في الحرب ضد كورونا 571 إصابة جديدة أعلنت عن تسجيلها وزارة الصحة خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80,528 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 515 حالة الصحة أكدت أن حالات الإصابة التي ثبتت إصابتها بالفيروس تبين أن بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها وتوزعت الإصابات حسب المناطق الصحية لتحتل المرتبة الأولى منطقة الأحمد الصحية تلتها حولي ثم لتحل ثالثا منطقة الفروانية الصحية تليها منطقة العاصمة وأخيرا منطقة الجهراء إلى ذلك بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 97 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى رعاية الطبية اللازمة 7706 حالات هذا وما زالت وزارة الصحة تقوم بإجراء المسحات الوقائية حيث بلغ عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الساعات الماضية 2443 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 587 ألفا و567 فحصا وعلى ضفة التعافي ما زالت حالات الشفاء تلاحق عدد الإصابات حيث تعافى 537 إصابة من المرض بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في البلاد 72 ألفا و307 حالات الجهود الصحية ما زالت تتواصل لمجابهة الجائحة بقطع السلسلة البشرية لانتشاره في ظل الدعوات للأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب المخالطة والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني ترجمة نانسي قنقر